مرحبا حرقة جديدة من مستر تيك واليوم هنحكي عن تليفون في جهاز تبريد تخيلوا معكم تليفون عم تلعبوا في بوبجي وفي جهاز اي سي جواته ممكن يكون في تلاجة جواته تما يحمى معقول معقول بنشوف هيدا الفيديو الصغير ومعض الفيديو بنشوف العلبة دي فيها ايه خلينا نشوف وبالطريقة اللي دايما نحب نفتح فيها العلبة الطريقة اللي هي من غير سكين ومن غير هيك بايدانا ونسمع صوت الخرفشي خلينا نفتح العلبة مع بعض ونشوف مكوناتها احنا بالاخير مش روحين نشتري علبة اول شي الديزاين حلو اللون حلو الاصفر اللي موجودة فيه هيدا حلو اه هلا بنشوف شو في محتويات هون التليفون خليك عجنب نرجع لعندك بعدين هون في الكابل طيب سي متل كل الطيب سي اللي احنا صاروا موجودين بكل التليفونات وعنا كمان الشاحن السريع اللي هو بقوة تلاتة وتلاتين واط اللي مش عم يطلع اوكي شاحن شكرا يا اه بوكو اللي عاملينها ما مش انبوسبل تطلع الشحن اه سريع ثلاثة وتلاتين من مثل المقلات و الكابل والاها اللازم في شو ناقص خلينا ونشوف مع بعض شو ناقصا اوكي هون اشوفي هون فيه الدبوز فيه الكفر وشكرا انتو عاملين كفر هالمرة شفاف عشان يشوف التليفون شو لونه يعني يعرفتو الجريب هيدا فيه الكتالوج اللي هو ما حدا بيرجع بيشوفه ما حدا بنتبه ولا حدا بيقرأ في شي كتير مهم في شي كتير مهم نائز وين السماعات وين السماعات وين السماعات طيب وين السماعات خلصنا من العلبة وخلينا نشوف الجهاز اول شي خلينا نحكي عن التصميم للتليفون من بعد ما نشيل ونسمع بعض هيدا الصوت الحلو تصميم التليفون بيجي بابعاد حلوة متل ما نشوفو التليفون الشاشة كله بيجي بابعاد 163.3 ملي للطول و 75.4 ملي للعرض عندك سماكة 8.9 ملي مع وزن تقريبا 220-219 ملي للعرض أنا هيك عم بعمل يعني أنا بعرف لا أنا أريها من قبل يعني وزنه 219 جرام على الأد متانة وجودة من الخمات المستعملة بالتصنيع بتيجي من الإزاز وبالإطار المعدني من الألمنيوم اللي عم نشوفو بيجي التليفون بمنفذ 3.5 وهيدا المنفذ اللي بعدهم محافظين عليه بوكو هذا الشي نيح يعني أنا بفضل هذا الشي لسماعات الأذن اللي مش موجودين أصلاً بالعلبة أما عن منفذ USB فبيجي من نوع الأحدث اللي هو Type-C متل ما شفنا بالكابل وهذا الشي مفضل صار بكل الموبايز كل التليفونات اللي موجودين بيجي مع دعم خاصية OTG لتشغيل USB Drive وبيدعم تليفون شريحتين اتصال من نوع النانو للSIM SIM card الموجودين هون ما بدنا ننسى أنه التليفون بيدعم شبكة الجيل الرابع 4G وال5G الجيل الخامس كمان بيدعم مستشعر البصمة اللي موجود تحت الشاشة خلينا نشوف هدول القصص كلها مع بعض التليفون بيتوفر بعدة ألوان عن السايبر غري عن البوربل في الفانتوم وايد وفي البلو في كتير خيارات تانية فيكو تشايكو على هذا الموضوع حسب الستور طبع البوكو الموجود أونلاين الشاشة بتيجي بمساحة 6.76 إنش وجودة الفول اتش دي بلس بدقة 2400 بألف وثمانين بيكسل بمعدل تحديث 60 هيرتز وبمعدل كسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش في وجود طبقة حماية للنوع الشاشة من غوريلا جلاس اللي بتقدم تجربة جيلة جدا بشكل عام سواء كانت بالألوان أو بالبرايتناس السطوع طبعون الشاشة الشاشة بتدعم الـ HDR10 بلس خبرية جديدة بس قبل ما ننقل على النقطة التانية الشاشة بتحتل نسبة 92.7 من الواجهة الأمامية للتليفون تدعم أبعاد العرض الجديدة اللي هي 20 لكسعة مع حواف بتكون مش موجودة نسيت كنت هادي الشغلة أولى حبات إلكونيان رقم كتير كبير 92 وصلنا للأداء وعمونا عم نحكي عن تليفون بيشتغل بنظام أندرويد 10 مع واجهة الـ MIUI 11 وبمعالج من شركة كوالكم اللي دايماً بتعامل مع البوكو من نوع سناب دراجون 865 بسرعة تردد بتوصل لـ 2.84 جيجا هيرتز وبتكنولوجية 7 نانو مع معالج رسومي من نوع الأدريانو 650 بالإضافة لدعم التليفون التبريد السائل وهون بدنا نوقف شوي تبريد السائل هيدا بيحافظ على حرارة التليفون إنه ما يحمى معك خلال الاستعمال اليومي إذا كنت عم تلعب جيمز مثل مثلاً بوبجي إياً بعد فترة بتحس التليفون حمي بهذا التليفون وبهذه الخاصية اللي هن عندهم إياها هذا الشي ما بيصير بتوفر التليفون بأكتر من إصدار من الزاكرة الصلبة والزاكرة العشوائية الإصدار الأول بيجي بزاكرة صلبة بساعة 128 جيجا بايت من نوع الـ UFS 3.1 مع زاكرة عشوائية 6 جيجا من نوع الـ LPDDR4X الإصدار الثاني اللي هو معنا هلأ بيجي بزاكرة صلبة بساعة 256 جيجا بايت من نوع الـ UFS 3.1 مع زاكرة عشوائية بساعة 8 جيجا بايت من نوع نسمع الـ LPDDR5 وبنوصل لشي بيهم كتير من الناس وكتير من الصبايا دايما بقول الكاميرا الكاميرا بتيجي الأمامية اللي هي الباباب اللي شفناها مع بعض بدقة 20 ميجا بيكسل بتدعم التصوير الفيديوهات بجودة الـ Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدد التقاط 30 إطار بالثانية الوحدة كمان بتدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدد التقاط 30 إطار في الثانية بتدعم تصوير الـ Slow Motion بجودة الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدد التقاط 120 إطار في الثانية أما الكاميرا الخلفية بتيجي ربعية العدسات شكلة هيك مثل الفضائي كأنه أول واحدة بتيجي 64 ميجا بيكسل عدسة بتيجي 1.9F بمستشعر الـ Sony IMX686 أو هذه هي الكاميرا الأساسية أما الكاميرا الثانية بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الخاصة بالتصوير الواسع والـ Wide Angle موجودة بالكاميرا أما الكاميرا الثالثة بتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو اللي موجود لا إذا ما نصور شي صغير أما الكاميرا الرابعة بتيجي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبروتري اللي كتير منا بيحبه وبيكون مبسوط فيه خاصة النصبية بيجي فلاش واحد من نوع LED موجود تحت الكاميرا الفيديوهات بيكون تصويرها بـ 8K دقة 8K و4320 بيكسل بمعدل إلتقاط 24 إلى 30 إطار في الثانية كمان بيدعم التصوير بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل إلتقاط 30 و60 إطار في الثانية كمان بيدعم التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بيكسل بمعدل إلتقاط 30 إلى 60 إطار في الثانية موسيقى وبنيجي للنقطة اللي الشباب بيحبوها الجيميرز بيحبوها اللي هو بديقعد يدلوا على التليفون يلعب 12-14-28 ساعة باليوم وهو مرتاح البطارية بتيجي بساعة 4700 ميلي أمبير تبعم الشحن السريع بقوة 30 واط يعني هيك بتكون البطارية مفولة كتير أيام بيجيني أسئلة شو عيوب الجهاز وليش ما بتحكي عنه قدام العالم وليش هدي القصص بتخبيها لا ما في شي بدي تخبه مع مستر تاك عيوب للجهاز ما فيه دايماً بقول يمكن اللي شي بالنسبة لإلي يكون عيب هو لإلك منه عيب يعني إذا بدنا نقول مثلاً إنه ما فيه شاحن لاسلكي فيه هذا منه عيب لأنه أنا بخلال السنتين اللي قطعوا حطنا لو الجهاز كان فيه شاحن لاسلكي ما بيستعمل أنا بحب استعمل الكابل الشي اللي زعجني بس بالموضوع إنه موجود الفتحة الثري بوينت فايف للسماعات والسماعات مش موجودين هذا شي فيك تستعيد فيه حلو هاي كلمة تستعيد وإنك تشتري أو تكون عندك سماعات قديمة تستعملها بس يعني متدين هيدا هيدا هون ما في شي تاني أحكي عنه وبنوصل للسعر وهون الثاني عم نحكي عن دولة الإمارات سعر التليفون نسخة 6 جي رام اللي هو 128 الزاكرة التخزينية داخلية بيجي سعره 2199 درهم إماراتي أما نسخة 8 جي رام اللي هو 256 زاكرة تخزينية واللي هو معنا هلأ عم نستعمله بيجي سعره 2199 درهم إماراتي الفرق مش كتير وأنا كبرجح أو بإلكون أفضل تجيبوا النسخة التانية منه لأنه الفرق كتير بسيط بينما بالسعر فرق بسيط بينما الفرق كأوبشنز كتير كبير لو أن نكون خلصت حلقة مستر تيك لليوم الجهاز حلو بشكل عام عجبني اللون طبعه استعمله فترة بس بدي حطله الكفر طبعه مشان الكاميرا هيك بيرزة شوي بس بشكل عام الفون حلو جهاز حلو للاستعمال عجبتني قصة أنه الشاشة كلها ما فيها نقاط ما فيها محلات للكاميرا أنت عم بتشوف شاشة بشكل عام البطارية كمان جميلة للجيميرز الناس اللي يحب العاب بس هاي كان كل شي لليوم مع مستر تيك كان معنا البوكو F2 Pro حلو جديد جمع تجاي مع مستر تيك و... بواي